نهاردة محمد العويس محمد العويس النهاردة كان مانويل نوير كان بوفون كان بيتر شمايكل كان واحد من الأسماء التاريخية الكبيرة دي في حراسة المرمى نهاردة عمل أداء مدهش أجماعة التعرف يعني إيه عملتوا صد من ميسي ودي ماريا ولوتارو مارتينيز ودي بول وبقى اللعبة بتاع اللي في الأرجنتين والفارس وكل الأسماء العظيمة دي عمالي شيء كرات ما يخش فيه الهدف واحد بضربة جزاء عمل مباراة عبقرية فاز النهاردة بيجيزة راكل المباراة مباراة السعودية والأرجنتين تصدى لخمس كرات وخرج بشكل ناجح في أربع مرات وتمريلاته القصيرة الناجحة كانت 14 وتمريلاته الطولية الناجحة كانت 19 ده النهاردة أدام أداء العويس حارس مرمى المنتخب السعودي اللي النهاردة كان بطل بطل وقرر إنجاز محمد الشناوي في البطولة الماضية لما فاز في أول مباراة في المجموعة بأفضل لاعب في المباراة دي واحدة من أصعب الكرات اللي اتشارت النهاردة واحدة من أصعب بصعب صراحة أي كرة تطلع من رجلي ميس هي صعبة هي خطيرة هي خطيرة جدا أرقام عظيمة وأرقام كبيرة وأرقام تاريخية للعويس رجل مباراة السعودية والأرجنتين النهاردة حارس المرمى الأرقام هي أمام حضراتكم تصدر خمس كرات خرج بشكل ناجح أربع مرات تماماته القصيرة أربع تاشر وتماماته طولية النجحة سبعة من تسعة تاشر ده محمد الأويس البطل بتاع النهاردة بطل المشهد بطل اليوم بطل الأداء خد بالك من نقطة السعودية النهاردة خرج منهم مع نهاية الشوت الأول سلمان الفرج وده أفضل لعيب المنتخب السعودي أو أكثرهم ابتكاراً يعني اللعب المبتكل اللعب الحديث اللعب عنده كورة كتير تصورت أنه مع خروج سلمان الفرج والسعودية متأخرة بهدف إن الأمور انتهت إنك بكتير تحاول تخلي المباراة تخلصوا حد سفر لقد رجل الكريات بقى رجل المبتكل اللي عندك خرج كمان إيه ده إن أحصل من كل حتة ده بس عشان تعرف إن فيه منظومة عملها هيرفي لنار